بيان كان واضح وصريح ومحدد في أهدافه من إدارة النادي الأهلي بعد الأخطاء التحكمية الفجة اللي كانت موجودة في مباراة الأمس واللي كان بطلها الحكم إبراهيم نور الدين عشان أشرح لكم التفاصيل وزي ما أنتوا قدامك هو بيان النادي الأهلي فيه على الشاشة أقول لكم الدنيا مشى إزاي في لجنة الحكام لجنة الحكام حاليا بتشكيلها الجديد برئاسة الكابتن وجيه أحمد لكن في جزئية مهمة جدا بعد ما قرنا البيان عايز أتكلم في جزئية ليه علاقة بقى بإدارة لجنة الحكام في الفترة الأخيرة أنا مش هتكلم على أخطاء تحكمية فاول ضرب الجزاء حكم الفار خلاص المحللين اتكلموا والناس سمعت مبارح كل الناس اللي اتقرأها في هذا الموضوع لكن أنا عندي تفاصيل ومعلومات في كيفية إدارة اللجنة والمعايير اللي النادي الآلي كان بيسأل عليها دلوقتي وبيسأل اتحاد القرى كيف يتم إسناد هؤلاء الحكام لهذه المباراة وفينا الحكم المصنف رقم واحد أولا القرار الأول والأخير في اختيار الحكام لمباراة الدوري ليس قرار كابتن وجيه أحمد ممكن البعض يقولهم ما هو قرار مين أقول لك قرار الحكام أنفسهم كابتن إبراهيم نور الدين هو اللي اختار مباراة الأمس وفيه ناقع حاليا على مباراة الأهل والبيراميدز وفيه حكام بالاسم بيختاروا مباريات الفترة الأخيرة